أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة بأن الفريق حقق الأهداف التي شارك من أجلها في سباق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الفريق الملكي للقدرة المركزين الرابع والخامس في البطولة الدولية لمسافة 160 كم وقد شارك في السباق أكثر من 190 فارسا من مختلف دول العالم وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطولة جاءت استمرارا لتحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة للمملكة إضافة إلى أعداد الفريق للبطولات المقبلة في سباقات القدرة آملا في تحقيق النتائج المشرفة في تلك البطولات وزيادة حجم الإنجازات للفريق الملكي والعمل على تعزيزها وأشار سمو بأن الفريق الملكي استفاد كثيرا من هذه المشاركة المتميزة من حيث التدريب والأداء وحماس الحفرسان لاحتلال المراكز المتقدمة بعد أن جاءت هذه الأمور بالطريقة التي رغب بها الفريق ومكنته من تحقيق المركزين الرابع والخامس في السباق والتي كانت مكانا لتأكيد تفوق القدرة البحرينية وتطورها في مختلف جوانبها وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن فرسان الفريق الملكي كان بحاجة إلى نتائج إيجابية والمراكز الأولى وذلك لإعطاء الفريق دفعة معنوية للمشاركات المقبلة والتي نتوقع أن تكون قوية جدا من الناحية الفنية والتي تتطلب تحضيرات كبيرة ومغايرة مشيرا للنتائج الإيجابية في السباق والأثار المستقبلية المتميزة من خلال إعطاء الفرسان دافعا لبذل الكثير من الجهود للمحافظة على الإنجازات وعضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن المشاركات منذ بداية الموسم الجاري جاءت بنتائج إيجابية نظرا لنجاح المشاركة في السباق والذي حقق فيه الفريق إنجازا دوليا سيعطي الفريق دافعا إضافيا لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في مختلف البطولات المقبلة والتي ستكون قوية من كافة النواحي وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق الملكي سيواصل التدريبات والمشاركة في البطولات المقبلة وقد وضع الجهاز الفني خطة متميزة نأمل أن تضمن للفريق تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة في البطولات المقبلة معربا عن ثقة التامة في أعضاء الفريق وتحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة في البطولات المقبلة وأعرب سمو عن تقديره لحرص الفرسان في الفريق الملكي على الاستفادة من هذا السباق وكسم المزيد من الخبرة والتي تعود بالنفع والفائدة والاستفادة منها في برنامج الإعداد القادم مشيرا سموي لأن البرنامج سيشمل تدريبات قادمة ومشاركات دولية كبيرة على مختلف الأصعدة الله الحمد لله يعني الخيل ممشى بالمعقول شوي الإحصان اللي عندي هنا طبعا تنرفز في القرية لأنه أول مرة يشوف هذه الأجواء هو إحصان تعرف أول موسم له ياي من أوروبا فالقصد كل المشاركته أنه هو طبعا ينافس وإذا هو الإحصان كان يعني ما عنده مشكلة ويالأجواء زين وإذا لكنه إذا تمشكل ويالأجواء بعد في فايلته لأنه راح يتعود فالإحصان اكتشفنا اليوم أنه نرفزت الأجواء وكثرت الناس وكثرت الخيل والسيارات والسرعة فالإحصان ما شاء الله في التراك يمشي 27 مرتاح بس من يدخل الغرية هنا يبدأ يتنرفز فيأثر على قلبه أما بالنسبة عن إحصاننا الثاني فهو ماشي زين الحمد لله وقلبه يأخذ دقيقة في كل مرحلة لحد الآن ما خلصنا 120 كيلو تعرف إسباق الـ 160 الخيل تبدأ الأداء عقب الـ 120 فخلنا نشوف منه البطل اللي راح يواصل عن نفس الفيس هذي لأخير ترجمة نانسي قنقر